السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. على طول بقى نخش في الجد بقى. احمد فتوح يتحدى مرتضى منصور. خنائة مرتضى ورد عبد العال. رحيل حسام حسن عدى المصري. بديل عزيز يعقوبو في الاهلي. دي حلقة قوية قوي وتستاهل منك لايك. حلو قوي كده. ادي اللايك يا معلم. وتستاهل منك شير دي الفيديو. وتستاهل منك ان انت تعمل اشتراك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس عشان وصلاك كل جديد. او عملش اشتراك في صفحة الفيسبوك. مانساش تعمل لصفحة الفيسبوك. ماشي. مبارح. ظهر الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. في فيديو مع الاستاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك. مع كابتن اسماعيل يوسف بقى ومع كابتن جمال عبد الحميد ومع كابتن عبدالله جمعة واخرون. علشان عبدالله جمعة يوجه اعتذار للاستاذ المرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك عما بدر منه. هو انا بس عندي علامة استفهام كبيرة جدا. هو ايه اللي بدر من عبدالله جمعة? يعني يعني والله انا مش مستوعب اللي حصل. يعني هل فعلا عبدالله جمعة كان اه متعاطي مخدر المريجوانة. فهو بعتذر عنه. هل? انا ما عرفش. هل اللي قالوا رئيس الزمالك كان صح? انه هم كانوا يعني تحت تأثير المخدر او الصحف العالمية زي ما قالت انه كان فيه تحت تأثير المخدر المريجوانة. ده صح? بتعتذر على ايه? ما هو اه? كونك تعتذر? يبقى انت عملت كده. فأنا انا انا ما زلت مش فاهم الموضوع. فأه فأه والله يعني موضوع غريب ومريب. يعني انا انا بصراحة مستغرب اصلا ازاي اه رئيس نادي الزمالك يطلع ويعني يقول عن اتنين اللاعبين عنده في النادي حاجة زي كده. حتى لو ده حصل. انا بتكلم حتى لو ده حصل. واحنا حتى ربنا امرنا بالستر لو ده حصل. انا بتكلم بس بمنتهاء والله الاحترام وبمنتهاء اللي هو دغري يعني. حتى لو رئيس النادي عارف ان عبدالله جمعة واحمد فتوح اللي اتنين يعني غلطوا وربنا يا ربي يهديهم ويهدينا جميعا ويعافينا جميعا. احنا كلنا مش ملايكة يعني احنا كلنا ملينين زنوب دولة ساتر ربنا. فانت عرفت حاجة زي كده. فطبيعي ان انت تسطر عليهم. مش لازم. لو في عقوبة عقبهم عقوبة داخلية. مطلعش على الهوى اعمل فضيحة كبيرة والاتنين اللاعيبة الناس كلها تعرف عنهم كل حاجة. وسرتهم تبقى على كل لسان. وصفحات كتيرة التريق عليهم. وتاخدهم كمان ده للسخرية. وطبعا انا ضد الصفحات اللي التريق اتعالها على احمد فتوح وعبدالله جمعة. والصفحات دي عايز اقول لهم ربنا يهديكوا. عيب لما تعمل حاجة زي كده. كلنا معرضين للخطأ. ما بيدفعش عنهم والله حتى لو هم عملوا حاجة زي كده. بس نتكلم في العموم مبدأ الساتر. ربنا يسطرنا يا رب. ويسطرها علينا ويسطرها عليك ويسطر على كل الناس يا رب. احنا ماشيين بساتر ربنا. احنا كلنا محدش فينا سبع الليل. كلنا ماشيين بساتر ربنا وبرحمة ربنا. ويعني بتسهيل ربنا. فما نروحش نفضح بعض. فطبعا انا ضد اللي عمله رئيس نادي الزمالك الاسس مرطانة منصور. اه مع الاتنين اللعيبة من اه يعني اه عدم ساترهم. ده حاجة بصراحة مدايقاني جدا. وبصراحة مستغرب موقف عبدالله جمعة انه هو راح اعتذر. يعني. انا ماش فاهم والله. اف احمد فتوح حتى الان. الاسس مرطانة منصور اسنا للزمالك اتكلم وقال ان هو مستنيه ييجي يحضر النهاردة اخر يوم ليه ييجي يحضر ويسجل او يعني يسجل فيديو زي عبدالله جمعة ويعتذر جمهورية الزمالك على اللي عمله. احمد فتوح مرحش مبارح كان مفروض يروح مبارح مرحش. النهاردة لغاية وقتنا هزا وقت تسجيل الفيديو مرحش عشان ما استمحلش يقول لي انزل الفيديو يقول لي ده راح خلاص يا معلم. انا وقت تسجيل الفيديو يا جماعة هو مرحش وما فيش اي فيديو تسجل. وفي كلام بيقال انا ما بقولش اكيد ان هو مش هيروح. ده بعض الكلام بيقال ان هو مش رايح في حتة ومش هيعتذر لان هو شايف ان هو مغلطش. اه ادير قاعدين متابعين ونشوف الدنيا فيها ايه? وربك يا رب يسطر الحال يا رب يعني يكرم الجميع. خالد اه عفوا خنائة مرتضى منصور رضا عبدالعال. يعني يا جماعة هو الموضوع اه مش خنائة بس هي حاجة غريبة شوية. رضا عبدالعال طلع وهاجم النادي الاهلي وقال لك النادي الاهلي رغم الوقت اللي عبت فيه هناك والاهداف اللي جبتها والبطولات اللي مش عارف اللي عملتها وكلام ده كله عمرهم ما آآ كرموني ولا عرضوا اهدافي ولا احتفلوا بيا. عكس النادي الزمالك اللي مشت منه بضجة كبيرة جدا حتى الان بيحتفل بيا وبيعتبرني حد منهم. والأستاذ مرطنان منصور آآ بي آآ يعني بي بيكاتب اسمي على آآ جنينة او حديقة هناك آآ فطبعا طلع بعدها على طول الأستاذ مرطنان منصور اصنال الزمالك وقال لك رضا عبدالعال آآ عشان آآ طلع مع مقدم اهلاوي انا آآ هشيل اسمه من على الحديقة اللي موجودة عندنا في النادي وهو كده يعني حاجة زي ما تقول ان هو مسلا بي بي آآ مش زمالكاوي او كده هو بيكون تشجيع نادي الزمالك مسلا يعني حاجة من هذا القبيل يعني آآ لكن الموضوع يا جماعة ما اتطرقش لان هي تكون خنائة هو مش خنائة هي ممكن نقول آآ مش مشدة حتى عاصل خلاف يعني عشان بس آآ بعض الصفحات كتبين خنائة وكتبين مشاكل وبتاعها ولو انت شفت قصدي يعني بعض الصفحات كتبين حاجة زي كده ما تصدقش الموضوع ده ولكن هو حصل مشكلة يعني بعد ما رضا عداله طلع شكر اوي 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 راح متشال اسمه من على الجنين على طول فوقت ثانية هتشكر هشيل اسمك فما عرفش والله الموضوع ماشي ازاي يعني آآ المهم يعني يا باشا رحيل حسام حسن عن تدريب النادي المصري كابتن حسام حسن آآ يعني بيقعد اقتراد المصري انه هما لو منافزوش طلباته هيكون ده اخر تدريب ليه مع النادي المصري او اخر مباراة leين مع النادي المصري القادمة وسوف يرحل على النادي المصري اصلا في كلام ان النادي المصري حاليا بيجهز بديل لحسام حسن وان هو كده كده مش هيستمر سواء هو عايز باستمر او هو مش عايز استمر النادي المصري برئاسة الاستاذ كامل ابو علي بيجهز بديل لحسام حسن وغالبا هيكون بديل ا جنبي مش بديل مصري وخلاص يعني يعتبر بالنسبة كبيرة اعتبر ان الموضوع حصل وحسام حسن اه رحل عن النادي المصري او سوف يرحل في خلال ساعات يعني. بديل عزيز يعقوب في النادي الاهلي. بعد ما عزيز يعقوب وجي النادي الاهلي وكشف طالع عنده بعض المشاكل اه في الكشف الطبي فالنادي الاهلي اه بصراحة خاف ان هم يدفعوا فلوس في صفقة انتقال من عزيز يعقوب للنادي الاهلي. فقال لك بدل ما ننقله من ريو افي ونجيبه هنا نعيره ست شهور. فالاهلي قال هنعيره ست شهور بخمسمائة الف دولار ولكن نادي ريو او خمسمائة الف يورو. نادي ريو افي قال لأ مليون وخمسمائة الف يورو. عزيز يعقوب المفروض كان ياخد في النادي الاهلي تسعمائة الف دولار سنويا فالراجل يعتبر اه اه كان عايز تنازل عن اه ما يقرب من نص راتبه علشان خاطر اه يجي للنادي الاهلي ويبقى اه معار ليه وان باقة الفلوس اللي هو بيقول لنادي الاهلي تدوها للنادي وخدوني وانا نص راتبه مش عايزه او تقريبا تلتين راتبه مش عايزه اسمعت ان هو كان عايز تنازل عن فلوس كتير قوي يعني. اه بس اجل نادي الاهلي نادي الاهلي قال له حتى لو احنا تنزلت مسلا عن نص راتبك مش هيكمل مليون ونص يورو اللي عايزهم نادي ريو افي في التعنت في انتقالك في عزيز صفقك عارب عنية الشراء ولكن خطوة محترمة من عزيزي عقوبه جدا والاهلي محضر بديل برازيلي تحت السن في خلال ترات ايام يكون موجود في مصري في تكاتهم كبير جدا عليه وغالبا هو لعب مميز جدا ان شاء الله. اه اه يعني اه موقف كويس جدا من نادي الاهلي ان هو محبش يشتري اللاعب وفي الاخر اكتشوف ان هو مصاب لأ حاب اه يتعلم من اخطاقه السابقة وحاب يتعلم من من جميع اخطاء الاندية واخطاء نادي الزمالك السابقة وطبيعي كل الاندية بتغلط الاهلي يمكن لما جاب كان متسرع شوية لما جاب كان متسرع لانه العيب اه ممتاز ولكن كسير الاصابات فالاهلي حاب يعني اه يحسن الموضوع ودي حاجة ممتازة جدا ان انت تكون عندك حاجة خاطئة وتحاول تصلحها احسن ما يكون عندك حاجة غلطة انتمادة فيها زي بعض الاندية الاخرى. كان مع اخوك عمرو عاطف في قناة صاحب كرة شوفك ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.